تعالي نتكلم شوية عن قصة الحب اللي موجودة في الرواية ما بين الملك فاروق والملكة فريدة قبل ما نروح لسيدي المظلوم وقبل ما نروح للشرابية وقبل ما نروح للحكاوي بتاعت جدتك الجميلة تعالي نتكلم شوية عن القصة دي شفتيها ازاي؟ عبرتي عنها ازاي؟ الحب والرومانسية اللي كانت موجودة في العلاقة أظهرتيها ولا كنتي حابة تركزي أكتر على الجزء الاجتماعي والطبقي يعني كلميني شوية ككاتبة وضحت الجزءات دي ازاي؟ طبعا كان في حب عظيم بين فاروق وفريدة جدا وانا شايفة انه قصة الحب دي تظلمت لانه هما كانوا اتنين صغيرين يعني الملك في قد الاول مات سنة ستة وتلاتين فاروق مسك ستة وتلاتين اتجاوزوا تمانية وتلاتين كان شاب حوالي مكملش عشرين سنة فريدة كانت ستتاشر سبعتاشر سنة اللي هو يعني انا بتتجاوز ملك مصر فحاجة طفلة جدا وبالتالي لما كبروا وبقى فيه مشاكل ما كانش فيه الكبير العائل كان هو بيشوف الناس حواليه الملك لازم يتصرف ازاي الملك كيف يجب ان يفعل وفريدة كذلك فبدري قوي على انه يحلوا مشاكلهم وعلى انه يكبروا العلاقة الزوجية ويرعوا قصة الحب فمع كل صدام وطبعا فاروق برضو كان يعني شوية منفتح وشوية انا ملك مصر ويروح ويجي وهي في الاخر ست يعني فالغيرة على سوق التفاهم على صغر السن كلها تسبب في ان العلاقة تنتهي سنة 45 تقريبا انفصلوا قصة الحب دي انا شايفة انها كانت عايشة في قلب الاتنين حتى برغم جوازوا من ملكة نريمان بعد كده وبالرغم من الانفصال فدلوا يحبوا بعض فريدة كانت بتحبوا ايلا ان ماتت لما مات الملك فاروق سنة 65 في روما اوصى يعني هو كان موصي من قبل كده هو مات على غفلة كان بيتعشة فمات كان موصي انه يتدفن في مسجد الرفاعي جنب ابوه الرئيس جمال عبد الناصر رفض ورفض كان اصلا مش هيدفنوا في مصر يعني وبعدين بعد توسطات وكذا وكذا رجعوا مصر ولكن دفنوا على عجالة ورفض رفض بات انه يتدفنوا في مسجد الرفاعي فريدة حاولت انها تقنع عمر ديش بعد ما مسك الرئيس انور السادات فريدة راحت له وقيت له انا عايزة اتنفذ وصيد فاروق بصي من كام سنة فاذا هي فاكرة الراجل اللي كانت مرتبطة بيه كان نفسه في ايه كان موصي بايه والرئيس السادات ساعتها وافق ونقل رفاته من حوش الباشا الى مسجد الرفاعي ونفذت وصيده فدي سيكولوجية ست بتحب اللي هو المرأة في حياة الملكة فريدة والمرأة العنيدة برضو يعني فريدة بعد ما انفصلت وما كانش عندها مصدر داخل كانت بتصرف على نفسها كانت بتخيط يعني اشتغلت انها بتخيط فستينها عشان تلبس وتبيع الفستين الغالية بتاعت الملكة عشان تعرف تاكل طيب احكيلي شوية الحكاية ما احنا عايزين نعرف شوية الحكاية يعني احنا تكلمنا عن قصة الحب في البداية وانه هم خلاص حبوا بعد ازاي وتجوز يوم ميلاد جدتك وقصة الحب استمرت ازاي ايه الصعوبات اللي واجهوها ايه المشاكل اللي كانت بينهم ايه النقط اللي انت حبيتي تركزي عليها عشان تخلي القارئ يستفيد منها ما انت مش بتحكي حكاية حبه بس انت بتحكي وبتعلمي وبتسيبي اثر وبتسيبي رسالة كانت ايه رسالتك من قصة الحب اش معنى قصة الحب دي تحديدا بعيدا عن ميلاد جدتك اش معنى قصة الحب دي اللي عجبتك ما كان ممكن تغذي حكاية تانية من حكاية جدتك وتكتبيها مبدئيا هو جدتي مثلا حوالي نقول 3% من الرواية الباقي كله خيال في خيال خيال في خيال خيال في ما عدا انه في حرب اسمها 73 حصلت في السنة دي انه في نكسة انه في ثورة 52 في ما عدا تواريخ مش هينفع نلعب فيها بدور الخير المصادر التاريخية بتاعتك كانت طبعا مصادر موثقة واكيد كنت حريصة جدا في انك تنقلي الصورة التاريخية مزبوطة ده بعيدا عن الاجتماع وبعيدا عن الحب وبعيدا عن الرومانسية اللي موجود في الرواية قريت كل كلمة تكتبت عن فريدة وكل حوار أجرته لمالكة فريدة بعد ما بقتش مالكة وبعد ما سافرت انا عندي صور لفريدة مش موجودة على الانترنت بجأل من أرشيف الجرائد المصور والكواكب والمجلات القديمة صور قاعدة على كبوت عربية وبتاكل صندويتش هامبرجر برا مصر طبعا يعني منها جيد بس كنت حريصة ان انا اذاكر فريدة يعني وصلت المرحلة صورها متعلقة في البيت في كل حتة كأنني عايشة في مكان رسام مثلا بتجمعي 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 كل التفاصيل عشان تعرفي في الآخر تنقليها على الورق مش مش عشان نقلها ورق على الورق عشان أنا أشوفها كمان عشان أنا أحسها عشان